السلام عليكم عائلة قناة بغادي ديوغو سعيدة جدا بلقياكم كانت منا تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال شكرا جزيلا للمتتبعات الوفيات اللي دائما كي خليوا لي تعليقات في القناة ودائما منوريني تعليقاتكم كتفرحني بزيف شكرا جزيلا لكم اليوم سوف نحضر كيك بالحامض او الليمون والجبن كي يجي لديد وسهل في تحضير سوف ندروا معه واحد صلصة بليا وقت كرامل والشوكولات الابيض سهل في تحضير لاننا سوف نحضره في الخلاط كهربائي وكي يجي لديد نمشيوا على بركتي الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير سوف نحتاجوا لهذا الوصفة لربعات الحبات ديال البيض كاس ديال الحليب كاس مع مرش ديال سكرسانيدة يعني كاس الى ربع كاس الى ربع ديال الزيت القياس بكاس ديال العنبة عصير وقشور حمضة ثلاثات القطع ديال الجبن مو ثلاثات او مربعات جوج اكياس من خميرة الحلويات ما يعادل 16 جرام دقيق حسب الخليط على حسب النوعية ديال دقيق وعلى حسب حجم البيض فانا هزت ليس قريبا جوج كيسان ونص ديال دقيق وبالطبيعة الحال واحد القبيصة ديال الملحة كنا اخذوا القالب اللي غادي نحضروا فيه الكيك انا درت هاد المول اللي فيها حفيرة فالوسط باش ندير فيها الصلصة ديال الكراميل دهنتو مزيان بالزبدة وكرشو بالكوك او جوز الهند حسن من اننا نرشوه بالدقيق كيعطيه واحد اللون زوين من اللي كيطيبه كيتحمر فكنا ندوروه على القالب كله كيما كتشوفوه كنتخلصوا من الفائد من بعد غادي ناخدوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي فاحنا غا نحضروا الكيك في الخلاط كنوضعوا فيها ربعات الحبات ديال البيض سكار سينيدة قبيصة ديال الملحة وغادي نخلطوا هاد المكونات مزيان في الخلاط من بعد غادي نضيفوا الزيت وقشور الحامض وغادي نعودوا نخلطوا وفي الاخير غادي نضيفوا الحليب عاصير الحامضة ثلاثة القطع ديال الجبن مو ثلاثات او مربعات سوف نطحنوا لاخير مرة هنا يبقى لنا دقيق وخميرات الحلويات نضيفوهم بلا خلاط يعني ما نحتاجوش اننا نخلطوهم بالخلاط فنخلطوهم غير بطراب يداوي كنفرغو الخليط ديالنا في ايناء و هنبدو نضيفو الدقيق بشوية بشوية حتى كنحصلو على واحد الخليط اللي ما يكونش تقيل انا هنا يغا نضيف كاس ديال الدقيق الكاس الليول وكنخلطو بطراب يداوي ما نخلطوش بزاف فقط ما يبقى شيبان دقيق سافي نضيفوه الكيمية الثانية هذا الكاس تاني نضيفوه بشوية بشوية فهنا الخليط مازال خفيف بزاف سوف نزيدو حتى نصف كاس ديال العنبة ديال الدقيق فتقدرو تحتاجو غير جوش كيسان على حساب النوعية ديال الدقيق وعلى حساب الحجم ديال البيض واخيرا نضيفوه جوش ديال اكياس من الخميرة كيموية ما يعادل 16 جرام سوف نخلطوه ونفرغو الخليط ديالنا في القلب هنا ضروري الخميرة كتوزع مزيان على العجين فكنا لاحظ في الفيسبوك بزاف ديال البنات كينزلوا صور ديال الكيكات اللي كتكون طالعة غير من الوسط او طالعة من الجنب فالسبب في هاد المشكل هو الخميرة ما كتكونش توزعت مزيان يعني هاد المشكل كيطيحوا فيه المبتدئات وماشي مشكل كلنا في الول كنا كنتعلمو غادي نفرغو الخليط ديال الكيك في القلب الفران في هاد الاثناء يكون صخون مزيان وغا ندخلوه على حرارة اللي ما تكونش عالية حرارة مهيلة كنخليوها حتى كتطيبو التحمر كتاخد تقريبا واحد ثلاثين او خمسة وثلاثين دقيقة ونخرجوها كناخدو قطيب خشبي وكنتكوه في الوسط ديال الكيكا الى خرج لنا ناشف معناها ان الكيك طاب غا نخليوها واحد شوية تبرد قبل ما نحيدوها من القلب انا ما عنديش الوقت فغا نحاول نحيدها مباشرة كندوزو هاد القطيب على الجنب باش كنتأكدو انها ما لاصقاش وغادي نقلبوها في طبصيل وغا نمشيو نحضروا الصلصة غادي نحتاجو جوج العلب ديال دانات كاراميل انا ما لقيتوش لقيت غير دانات فلان كاراميل هو اللي غا نستعمل وغادي نحتاجو خمسين جرام ديال شكولات الابيض شكولات انا دوبته نحتاجو وازدت عليه الياهور شو غا نخلطو كل شي فضانات كاراميل كيكون كريمي كي يمتازج بسهولة مع شكولات الابيض هاد الفلون كيكون شوية متماسك انا در التراب يداوي ونخلطو مزيان حتى تندمج هاد المكونات وغادي نفرغوه في الحفرة اللي كينا في الوسط ونقعدو بمعلقة من بعد غنزين بكوكا ومهرمش من جناب ممكن تديرو الكوك او تديرو اي نوع مكسرات عندكم او شكولات فيرميسي اللي موجود عندكم وغندير شكولات ملون الوسط صفي وهذا هو الشكل نهائي ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم كنتمنا انها تكون عجباتكم وتجربوها بصحة وراحة شكرا لكم على حسن المتابعة والى اللقاء مع وصفة جديدة باذن الله